الحقيقة بعد الأوقات بنسمع عن حالات غريبة زي أن الزوج ممكن يروح يطلق مراته من غير ما يقول لها ولا يعرفها ولا حتى يكون فيه مشاكل بينهم يروح للمأزون ويطلقها وطبعا المتعرف عليه بيبقى اسمه طلاق غيابي الحقيقة بعد كده بقى اللي بيحصل ممكن يستمروا مع بعض ويعيشوا مع بعض بشكل طبيعي والزوجة للأسف ما بيبقاش عندها علم بالطلاق الحقيقة فيه هنا ناحية قانونية بتقول طب هل الطلاق ده شرعي أو الطلاق ده قانوني ولا لأ فيه حقوقها هتاخدها ولا لأ حاجات كتير جدا هنعرفها النهاردة مع دفتي إلا من ورانا المحامية راشا صبري أهلا بيك من ورانا أهلا بحضرت أخبارك إيه؟ الحمد لله تام مبدئيا أنا حابة أتكلم أولا عن حالات الطلاق فيه معلومة مهمة أنا متأكرة أن الستات كتيرة لازم تبقى عارفها في كل حالات الطلاق فالست ما بتاخد حقوقها كاملة وحقوق أولادها ده ما بينقص منها شيء لما نيجي نتكلم عن الطلاق الغيابي الطلاق الغيابي كمجمل بنتكلم عنه كواصف ده حالة بيروح فيها الزوج لو بنتكلم بنية سليمة هيروح قدام المأزون وهياخد معه شهود وهيروح يطلق الزوجة أمام المأزون وأمام الشهود وهيروح بعد كده المفروض لهو حسن أن هي بيبلغ الزوجة أو بيبعث لها الانذار بداء أو الأسيمة بتاعتها وكمان بيكون موثقها في السجل المدني بحيث أن الزوجة لما بتروح تدور بتعرف أنها مطلقة يعني لكن فيه ناس تاني زي ما حضرتك بتقولي بتعمل غش وتدليس وبقى المقصود منها أنها إما حرمان الزوجة من المراس والأغلب حرمان الزوجة من المراس والحرمان من الحقوق بتاعتها يعني ممكن زوج يطلق مراته هنا أو مياه الحالات دي كانت منتشرة جدا للأسف لكن الزوج للأسف ما عندوش علم أن الزوجة بينفز فيها القرار من وقت علمها به مش من وقت قيامه بالطلاق يعني لو هو قام بالطلاق الغيابي بقصد حرمان الزوجة من حق من حقوقها فأصلا لا ينفذ القرار بتاع الطلاق الغيابي أو ده مش في ينفذ حقه ويكاد يكون الزوجة لا تقسم شرعا لأنها كان فيه معاشرة بينها وبين الزوج ده واللي يقسم هنا الزوج الزوجة تعمل إيه لو تعرضت لموقف زي ده أنا بس بقول إن في حالة أنه مات فهي بتغرس عادي في حالة فيه أولاد هي حصل أولاد بعد ما يتم الطلاق بعد ما يتم الطلاق هي ما بينفس فيها أثار الطلاق أصلا عشان هي ما عنداش علم بالطلاق طبعا هي ما عنداش علم خلاص هي وعيش معاها فوق وبعدين في حاجة كمان فيه ساعات راجل بيطلق مراته وبيرجعوا لما مثلا بقاش وثق الطلاق وبتستمر العشرة بينهم فخلاص بيبقى كأنه ردها لأنه هو أصلا الطلاق الغيابي ترقى رجعي فيه ورقة بتثبت إن فيه تم الطلاق يعني هي سيبت منه هو مثلا أو إحنا مش هنتناسى قصة إنه يرجع لها البيت يعني ما فيش حد شافه ما هو عاش معاها بعد جدا أو رجع لها البيت أو ردها لكن الناحية القانونية فيه ورقة بتثبت إن الطلاق تم فيه حالة حصلت إن راجل كان عمل كده في مراته وشايل ورقة في خزنة أو شهادة الطلاق ده يمكن طلقها من بعد الجواز وفضل يعشرها معاشرة الأزواج ولما مات لقوا الورقة دي السيطة دي خدت مراسها كامل على فكرة يعني السيطة دي حصلت على مراسة بشهادة الشهود الناس اللي حواليها يعني هي بيتم شهادة الشهود أو مثلا استجواب شهادة الشهود إنه هو كان عايش معاها في بيت الزوجية عادي جدا وأقول لكل الزوجات إن كل حالة بتعامل معاملة خاصة للغش أو للتدليس أو كان القصد حرمانها ربنا يعني ربنا مش بيصدر حالة طب أنا بس يعني هستوقف حضرتك كده عند النقطة دي وقلتلي إن فيه حالة من الحالات اللي ظهرت مع حضرتك إن هم لقوا فيه ورق الطلاق في الخزنة وبعد كده هو عشرها في حياتهم الزوجية أو راح عاش معاها في البيت يعني بشكل طبيعي هنا المغزى إيه؟ إنه هو يطلقها ويروح يجمعها طب إنت طلقتها ليه؟ عشان ما تاخدش حققها بينه ما تورس فيه يعني عشان ما تورس فيه عشان ما تاخدش حققها عشان حاجات كتيرة جدا يعني يكون مقصود بها حاجات كتيرة جدا حاجات مادية أسباب مادية بالمناسبة لإنه بما إنه كان عايش معها وبيعشرها هو ما كانش قصده حاجة تانية غير إنها حاجة مادية في الحالات اللي زي دي الزوجة بتكون متمسكة بحقها الأصيل إنها هي تعتبر زوجة يعني أنت طالما تبقى صدمة يعني المفاجأة بقى إنها تبقى حاجة صدمة كبيرة يعني قوية على الزوجة لما هي تكتشف بعد كده لا قدر الله لا يتوفق أو أي حاجة إنها مثلا تشوف ورقة اللي هو قد منطلقها دي حاجة صعبة جدا أنا هقول لها حضرتك ومش حاجة إنسانية القانون مش بيعلم الناس الأخلاق طبعا يعني لو أنا شخص داخل الجواز ونيتغدر أو في نياتي إن أنا كون إنسان سيء العشرة يعني أصلا ده ما يتزعيلش عليه يعني أنا شايفة إن أنا صح بس المهم إننا نحن نتكلم عن حقوق نحن نعمل نابن عن العطفة يعني أنت شايفة النهاردة رسالة لكل الستات طبعا دي تسعى إنها تاخد حقوقها طبعا في ناس في أنا كنت رسا بتناقش إن في ناس وصلت لل بس أنا حسيت التطرف إنها تسمينه اختصاب فأنا فأقولت النفسي بيني وبين نفسي كوصف قانوني اللي اختصاب ده معناه إن شخصه أكبر على فعل شيء هي كانت بتعامل معاملة الزوجة يعني كانت راضية يعني الستة هي بتكون مع علاقة مع الزوج هو نهاها قانونا هو نها العلاقة بها قانونا تمام بس ده غش وتدليس هي ده معتبارش اختصاب الستة تعمل إيه ترجع ليه بالتعويض للغش والتدليس ويطلب منه حقها لسه كان فيه قضية قريب زوج عمل ده مع مع الستة بتاعته الستة أثبت ده والقاضي حكم لها بنفقة متعة مضعفة يعني بدر خمس سنين قدرها نفقة متعة لعشر سنين فيه حالات القضاء بيكون عادل جدا فيها وبيشوف قد إيه الضرر اللي ستتعرضت له سواء نفسي أو اكتماعي ده تأذيبا للطرف الآخر طبعا لما يضعف لها لإنها فأتعالي أنا مشروح الطلاق الغيابي للستات يعني بنوجة نظر عشان ستات كتيرة جدا بتخسر حقوقها هقول لحضرتك حاجة تعرفي أن فيه ستات كتيرة جدا بتجبر على الخلع أنا متأكدة أن لو كل راجل قعد مع الستة لما قالت له أنا مش عايز أكمل معك ودالها حقوقها مش هتلاقي قضية خلع واحدة في المحاكم ليه في قضية خلع في المحاكم لأن الراجل بيكون عايز هو ينفصل هو مش عايز يكمل معها ولا حاجة بس هو بيزهقها تجيب الآخر عشان تتنزل عن حقوقها إنما في الطلاق الغيابي بقى إيه الميزة في الموضوع هو عمل ده أنت بتاخدي حقوقك كاملة يعني هو فعلا الراجل لما بيكون عمل ده هو سلم من الستة بس أنا يعني في القانون أنا سمعت أن الطلاق الغيابي ده تلغى ولا هو موجود طبعا الطلاق الغيابي طبعا ما تلغاش مش ممكن يتلغى يعني فيه طبعا مشروع قانون إن الموضوع يكون بعلم الزوجة والزوجة تكون حضرة